اي رصيد عندك بلغ النصاب اقسم على اربعين تطلع الزكاة اي مبلغ عندك في رصيدك في جيبك في بيتك في البنك اي مبلغ عندك اي مبلغ عندك بلغ النصاب هذا كما كنا بالدولارات ميتين وسبعة وتسعين دولار ونص طيب فاكثر اقسموا على اربعين تطلع الزكاة طيب يا اخواني تقسم على اربعين يطلع الزكاة خرص طبعا كل واحد فيما يملك الزوج فيما يملك الزوجة فيما تملك الاولاد كل واحد فيما يملك يمكن هذا عنده في حصالة 1500 تجيب عليه الزكاة وهذا عنده في حصالة 500 ما تجيب عليه وهذا عنده في حصالة 40 ريال ما تجيب عليه طيب أنت لما تحسب زكاتك لازم تجمع كل النقود اللي عندك اللي في البيت اللي في جيبك اللي في الخزنة اللي تحت البراطة اللي في البنك اللي عند شخص أنت معطيه ومليء باذل أي وقت تطالب يعطيك كله 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 تجمعه مع عروض التجارة إذن مدخراتك وما في الحسابات والقيمة السوقية للأسهم المعدل التجارة أو الوعاء الزكوي للأسهم ولو عندك فلوس معدل زواج معدل بناء بيت كله كله جمع 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 ولو عندك عروض تجارة رح تجمع معها افرض واحد عنده خمسمية خمسمية ريال في جيب وبس ما عنده غير خمسمية وبسطة بليلة أو فص فص بزر بألف ريال واجبت عليه الزكاة خلاص لأنه عنده عروض تجارة بألف وعنده خمسمية المجموعة ألف خمسمية واجب عليه الزكاة ترى الزكاة بسيطة يعني في الألف خمسة وعشرين ريال بس أنت إذا عندك ألف حتطلع خمسة وعشرين ريال للفقراء وتسعمية وخمسة وسبعين عندك الله رحيم ما فرض علينا لا كل المال ولا نص المال ولا ربع المال ولا ثلث المال ولا خمس المال نص في العشر فاصلة صفر ثنين خمسة بالألف واحد على أربعين بس بس سنكمل إن شاء الله في أحكام الزكاة بس الآن قطعنا مشوار مهم في معرفة النصيب النصاب وإذا حال عليه الحوال الهجري هذا القمر واتجمع كل اللي عندك طبعا مع الذهب والفضة لا ننسى ذهب فضة عروض تجارة فلوس بيتك عند الناس اللي يعطوك على طول لو طالبتهم في البنك كله فحصالة إذا عندك الولد يمكن بعض الناس ما يتذكر حصالات الأولاد طبعا كل ولد رح تعامله لوحده في الزكاة بلغ نصاب يطلع بلغ نصاب يطلع بلغ نصاب يطلع وهكذا